بسم الله الرحمن الرحيم نهارد معانا دائرة بسيطة هنضاعف بها التيار الكهربائي يعني لو معانا شاحن 5 فولت هنخلي 10 أو شاحن لابتوب بسيط 19 خلي 39 حقر بطارية 1.5 فولت هنخلي 3 فولت وهكذا يعني هنشوف الدايرة عملي الدايرة مكونة من 2 مكسف 2225 فولت 2 داود 1 إن 4007 4 أسلاك 2 صغير 2 كبار المكسف يتكون من سالب وموقب السالب لي علامة سودة زي ما احنا شايفين والموقب مفوش علامة هنخلي جهة سالب وجهة موقب وندمحهم مع بعض ونلحم الطرفين مع بعض بالمكوعة هيكون على طرف جهة سالب وجهة موقب الطرفين التانين هنعملهم بشكل ده ونجيب هنخلي السالب في الناحية اللي فيها أبيض نخليها مع موقب المكسف هنجيب هنجيب الجهة الثاني ونخلي ناحية الموقب في سالب المكسف نعكس نعكس وهنجيب الطرف من الأصدير أو المعدن ونكفل الدايرة بهم يعني نوصل الدايدين ببعض هنجيب هنجيب الطرف الأسود من السلك هنلحمه في ناحية السالب بتاعت المكسف وسلك الأحمر من ناحية الموقب وسلكتين الصغيرين الأسود والأحمر هنخلي كل طرف فيهم من ناحية الطرفين الصغيرين هم داخل الكهرباء وطرفين من الخارج هم الخارج بتاع الكهرباء معنا أديبتور 12 بول هنوصله بالكهرباء ونوصل الطرفين الصغيرين ونخلي الأفوميتر على 200 كما نرى نباعف الكهرباء بتاع المحاول وخلها 23 نخلي بنا هنا نفرغ الكهرباء اللي في المكسفات بعد ما نتخلص عشان من الكهرب تمنى أن يكون الشرح واضح وفكرة بسيطة ومفيدة لكم لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وإلى حلقات أخرى بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله